اشتركوا في القناة انا ما اسميش جمالات ومبقاش قريبة كري وكل المعلومات اللي تعرفها عني خلط ولا انت مين؟ انا هايدي هايدي ابو طالب النصابة؟ لا يا حضرة الزابط مش النصابة انا هايدي ابو طالب البزنسومن المحترمة صاحبة واحدة من اكبر شركات السياحة في مصر انا هايدي لغلطة غلطة واحدة بس في حياتها انها حبت راجل وامنت له ودت له كل حالة قلبها وعقلها وفلوزها فضحك عليها وخد قرض باسمها وخنها مع اقرب صاحبة ليها وسبها وسافر انا عارفة ان الناس بتقول عليها نصابة وحرامية كمان وعارفة ان البوليس بتدور علي بس دي مش الحقيقة الحقيقة ان انا ضحية خسرت كل حاجة مرة واحدة بيتي وفلوسي وحياتي وصحبتي واكتر راجل حبيته في عمري ولقيت نفسي مجرمة وهربونا من العدالة طب لما اننا صابة ما سألتش نفسك انا بعمل كده ليه مجنونة يعني ايه اللي خريني اسيب كل حاجة واستخبه في حتة زي بطن البقر واسيب اللي يسوي واللي ما يسويش يتحكم فيه ما كنت سافرت معاهم كنت اخدت الفلوس وروح تصرفتها في اي حتة في العالم انت مش ظابط مش بتشك مش بتحلل قولي بقى من ساعة معرفتني شكيت ان انا نصابة طب لما انا نصابة حبيتني ليه انا بسألك قولي انت شايفني نصابة بسألك يا علاق جاوبني انت مصدقني ولا لأ مش مهم اكون مصدقك اولاكو لان حتة لو مصدقك انا بشتغل ظابط مباحث فيش حاجة قدامة عاملها دلوقتي غير ان نقبض عليك يعني ايه تقبض علي يعني انا بقولك كل اللي بقولهولك ده عشان تقول ليه قبض عليك طب لما انا نصابة مطلعتش معاك ليه عند مونتك واتجوزنا على اني جمالات او دحكت عليك وقلتلك مفيش نصيبه ومشيت انا انا بحكي لك كل اللي بحكيهولك ده باعتبارك الراجل اللي انا حبيته مش باعتبارك ظابط المباحث انا انا قمد الساعة للمشكلة اللي حصلتلي ما اطمنتش لحد غيرك ولا وسقت في حد غيرك انت الوحيد اللي انا حسيت انه هو ممكن يوقف جنبي ويساعدني تقوم تقول لي قبض عليكي ام الوحش عامل شلوات من وراكو والامير المصحوره وقفة فين هناك عاليامة التانية رقماهم بس عاملة من بانها بس بعد كده بقى ايه الامير صعب عليها ام اتنطق من فوق الصدرة وقامت عكشة الوحش من قفاه وبعد كده قامت ارمى من ودانه قامت الوحش صعب الامير من سنانه قامت ايه واخدوت العياجر وراحوا تجوزوا بقى عوالوا فرح سبع ليالي مش زي عندنا هنا ساعة ولا ساعتين وقلبة وقومة بس يا ستة وتوتا توتا فرغت الحدوتة حلو قال لما التوتا؟ ملتوتا وتعرفوا كل حاجة يوب! قامت شو ليه قالبه صحيح طيب انزلي من على ودانه بقى اخدت خلينا شوف النصيب اللي انا فيه يا فنس اتزفتها جول دي كمان ايوة خال بقول لك ايه دلوقتي مدعوها اللي انت انا متهالي دي ايوة ستة زفتهان خرجت من الصبح معرفش عنها حاجة وعما انا بحاول اوصلها ومش عارف اتكلمها انت وصلت بيها لغاية دلوقتي جي خماش هار مر عمالت كلساني تكلساني تكلساني وفي الاخر الداني غير متاع لا ما انا بقول لك ليه عشان انا بقى خليك مسؤوليتش ما ناصلي مخلفتهاش وانسيتها عشان انا بقى متوقوش عليها كده ماشي يا خال خليك وراها انا وراها واللي فينا هيوصل ليكلمت تاني سلاح عاجبك كده خالتي؟ يعني فريد دلوقتي جرانا حاجة كده ولا كده مش واجب برده تتكلمني تطميني الحكاية نقصها وجع قلب ما عالش يا حبيبتي ما تخافيش اللي ربنا معاه مش هيجرره حاجة ابدا انا مش هقبض عليك بس انت لازم تسلمي نفسك ودلوقتي حالا لان ده هيكون مفيد لك جدا في القضية وانا بقولها لك تاني اهو انا لسه بحبك حفظ لجنبك لغاية ما تاخد البراء واول ما تطلعي حتجوزك تا ليه مش عايز تفهمني ليه مصر تقف ضدي طب لو انا كنت عايز اسلم نفسي ليه انا عملت كل ده ليه غيرت اسمي وليه رضيت بالبهدلة في الحار انا مش حامل انا عود يوم واحد في الحبس انا مظلومة وما سهلش كل اللي بيحصل لي ده انت فاهم ده ولا لا حاسس بيا ولا لا فاهم وحاسس بس انا كمان وضع صعب مش حقدر اخالف ضميري احنا هنطلع من هنا على الاسم عندي هعملك محضر ان تجيتي وسلمت نفسك وانا هتابع بنفسي كل حاجة عشان اضمن انك متتبهدليش في اي حتة هتروحيها لغاية ما تاخد البراء ان شاء الله لو سمحت الحساب يعني ده اخر كلام عندك لا مش اخر كلام عندي اخر كلام عندي ان احبيتك بجد غض النظر بقى انت مين او اسمك اي او ساكنة فين ان في حاجة جواي بتقول انك ما بتجدبيش عليها ان في حاجة جواي بتقول انك ما بتجدبيش عليها اوه يالله بيمو اوه مالك في انت كويسة؟ اوه اوه انا انا كويس انا تمام طب احنا برضو فطريقنا نعدى على المستشفى نتطمن عليك يعني مش حضمن بعد كده موضوع المستشفى ده يالله اشتركوا في القناة 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 ولا تجلنا يومي انت ندف الاسبوع يوماتي ده انا جيلك الاسبوع كله والشهر كله والضعر كبان جل انت تأمرني يا باشا ولو جات لي اي مصلحة هلغيه ما شاء الله عليك طيب قولي بقى بالنسبة للاتفاقيات والماديات ولازم منه نظامها ايه لا الاتفاقيات يعني اعزك على الفلوس اه مع المجانجر بسم الله عليك ربنا خليك المجانجر دي الحجة يعني بتاعتي الحجة؟ اه ايوه الحجة مجانجر امي هي اللي هتمسك كل حاجة وكل اقول لك حاجة هي اللي مضابة البادلة دي ودي المجانجر يعني قلبي وروح ودي اللي تتفي معاها في اي مديات اما انت بقى يا ناني طلقت ايه اكتشاف وسوكا كان ايه مدلعك على الاخر وليق عليك جدا بسم الله ما شاء الله من الاخر كده انت دوته واخر حاجة واخر حلاوة يا اخو يا اله يكبر بخطرك انت وسوكا هو في ناس جدعان كده انا شاكلي بنت حلال وربنا هيعود اه طبعا والله انت بنت حلال واجدع بنت قبلتها في حياتي من الاخر كده قلبي قبيض وبعون الله بعون الله هتبقى نجر بتنصر كلها اه والله اه بقول لكوا اه هتجر لانا على اللابة عشان امي مابتعرفش اتنام الا ما بروح تمرو اي حاجة سلام يا سوك تمرو بحاجة ستكون نجمة مصر ان شاء الله نتخذنش على الله تقمر بحاجة تقمر بحاجة ربنا خليك يا حبيب سلام على الحاجة معك فلوس روح اه معايا يا حبيب مش سلام عليك الله اكبر عليك ايه الحلوة دي ايه الجمال ده كنت بستخبية عننا فيني يا عمر مع سلمة الجزار يا مدير سلمة مين لأ دحوار طويل بقى قاوي يضل شرحه هبقى احكولك بعدين يا مدير لا مدير مين بقى مدير مين يا عسن ده في الإدارة كلها على فكرة تقدر تندهيلي هنا تقول لي يا عزوز وياريتي بقى أحسن لو قلتلي يا زيزو يا زيزو ماشي يا زيزو الحقنا دي هتظبط الضغط هنعمل شوية تحاليل كده علشان نتطمر بس لازم تاكل حاجة ونام شوية شكرا قوي يا دكتور شكرا لاب انا عايزة طوب منك طالب اتفضل شايف الراجل اللي برا ده ده خطيبي انا معاه هنا من وراء اهلي بقى له ثلاث ساعات عمال يضرب فيا في العربية تحت يا نهر أبيض اسمعيني انا عايزة تخرجيني من هنا بأي شكل ومن غير ما ياخد باله عايزة لوح الأهلي عايزة هم يعملوا محضر عشان يخلصوني منهم بس هتخرجي من وراه ازاي انا هقولك استنى خدي دولة لو والله ما اخد حاجة احنا ولاية زي بعض ربنا يخليكي طب اسمعي انا هقولك ازاي ممكن هتخل لها؟ حضرتك دفعت لا لسه طيب هيع تفضل الساعة تحت الملاحظة وبعدين هنعمل لها التحالية لازم حضرتك تدفع دل وقت وتجيب للإصال بتاع الدفع طب اتطمن عليها الأول واحنا هنطير اتفضل حضرتك اتطمن عليها انا قسف دي التعليمات شكرا بك يلخزنا فين؟ تحت جنب السلم على يدك ليمي يلا هو ميشي أيوة يلا مش هلطول هتلاقي سلم ونزلك على الباب والرون متشكلها يا شوكا أنا مش هقولك زي ما قلت لسوكا وشوف وقتك وكده لا أنت بتاعت أنا وطلع معايا السلم من أوله سيب لي نفسك كده خالص أنا بعوني للأ وحخليك نجمة مصر الأولى بإذني واحد أحد بس ما تعتعيش شوفي بقى عايزك تسيبك من البنسيون اللي أنت عادة في ده أنا عايز إن شاء الله كده هخدك شقة زغنانة ومحندقة بفرشها ولوزمها تبقى جنب المحل تعودي فيها وتبقى بتاعتي نعم تبقى بتاعت المحل يعني قصدي تعود تعال يا ابني وصل ستك ناني وقف لها تاكسي ليموزين خمسة راكل ومالو فضالي يا أمر ستة ناني تؤمر وإحنا ننفس جرأي يا بيت يا نوالي إيه العبارة؟ بيت يا نوال أنت هتمثلي برحمك ولا نسيتي نفسك ولا إيه أنت نفسة ميلة جايبك هنا أهلا جرأي يا تعون أنت أول مرة يا أخويا تتلغيني باللغة زي وطي صوتك يا بيت عزوز المعافن عمالي ينطق فيك الفوق لفوق لما دمغك هتغبط في السقف وإحنا بيخفز بينا الأرض وشوية ناني وشوية ستة ناني هي إيه؟ إيه؟ تكرهني الخير يا أخويا؟ لا يا ضنايا ماكرهش الخير لحد بس تحبه النفسي قبل أي حد أنا جايبك هنا عشان تأكليني الشهد تهمي تروحي مع عزوز والبس أنا وأكل على قفايا؟ ابزي عايز إيه دلوقتي يا تعون؟ فيها لخفيها يا نواني ربع اللي دخلك بتاعي وإلا ورحمة أمي اللي موعة على شكلها زي ما جبتك دانيا الليل والفلوس أرجعك تاني أسفل السافلين ربع يلا يا ستناني علو عايوة يا كوريا الساعة كان فيديك يا ستناني اسمعيني اسمعيني يا كوريا علاق عارف كل حاجة عني يان هركزه دوم نيل؟ وأنا مش عارف أرجع للحارة عشان هو عايدي يقبض علي طب هو عارف إزاي موقوس؟ بعدين هابقا أولك بعدين أنا دلوقتي في شارع اسمه شارع بيروت في مصر الجديدة مش عارف أتصرف إزاي ولا عارف أروح فين وهو عمالي تصل بيه طول وقت فنا لازم أقفل الموبايل طب طب بقولك إيه عارف أجامع مصطفى محمود؟ روح أقف هناك أقف يقدم باب الجامع وقف لي تلفونك واستنيني هناك أنا هكلم خلي وانجيلك على طول ناخدك على أي حت بقولك إيه خلي بالك من نفسك يا بت ما تخفيش يا جل أنا جايلك على طول ما سفت السك سلاة مرسي يا هاب أنا مش عارف أشكرك إزاي تشكريني لي بس لحاجة انتصار زي أمي إسلام يا بنتي بنا هيكرمك دنيا وآخر بس ما تنسوش بقى مواعيد الغسيل بتاعتها علشان ما اتعبش تاني لأ خلاص أنا أهدا معها على طول وأنا رحاب أم تبعاها معاكي أنا هروح شوف الدكتور كتابلك على خروج وأنا لسه عن إذنك تفضي يا رحاب أسلام زكا حاجة سلام عليكم وعليكم السلام زكا حاجة أهلا يا باب والله والله أنا مزوغ من الشغل محصوص عشان جاء تطمن على الست اللي دمي بيجري جواها دي محي يا بني ربنا يكرمك يقعده لك في مزان حسنيتك يا سلامة حاجة إيه الدعوة الحلوة دي على فكرة يا إبراهيم اللي انت عملته في ماما ده أنا عملي ما حنسايا أصلك ما تعرفش غلوتها وانتي ده انت كأنك رديت فيي الروح طب شكلها تعبانة عايزي نامة دي جي نتلع برة ونتكلم ايه ده ايه ده يا كوريا واخدى فيش كده ورا على فكرة يا كوريا واخدى فيش كده ورا على فكرة ورا واحي جامعة الدول وجاية على فكرة جامعة الدول عربية فيه حوار كده يا سوكة برسيك فيه بعدين بقولك ما تفاهميني دلوقتي يا كوريا يا سوكة قلتلك مش وقته انت بجد إنسان جدع يا إبراهيم اللي انت عملته مع ماما ده مش ممكن أي حد تاني يعمله إلا لو كان جواه بني قادم شهم زيك أنا أصلي بحب الناس أوه أنا جواه مجد والله أنا قاعد في أمان الله لقيت ربنا رامى الموضوع ده في حجري قلت يبقى أكيد له حكم إزاي مش فهم أنا هقولي أنا فجأة لقيت كوريا اللي أنا كنت خطيبها بتعرفني على بنت خلتها جملات كوريا؟ هو أنت خطيبتك اسمها كوريا؟ اللي كانت لمؤاخذة لكن أنا دلوقتي حر نفسي لحد ليه عندي ولا ليه عند حد طيب وبعدين؟ وبعدين يا ستة تلعت جملات دي هي هايدة بطالب وجاية تستخبع عند كوريا واسمعت أن أنت كنت شغالة معايا أه أصلان كنت سكرتيريها بتاعيدي بس خلاص الموضوع ده انتهى مممممم أحاول الله يا ربي انتهى كل الكلام ده انتهى بس أنت تلاقيك برضو مؤمنة نفسك ومحاول شالك إرشيل بالمراد طب وكده أكيد يعني ياريت بس سألي يعني لما أخذ بشفاهم أنت ليه رام يومك في مستشفى حكومة كده وكامل مش قادرك جبالك كيس ده من أبرو 200 جنيه هو أنت فاكر يا إبراهيم لو أنا كان معايا فلوس كنت حستخصر في ماما حاجة؟ أنت لسه ما تعرفنيش ولسه ما تعرفش غلاوة ماما دي عندي قد إيه؟ أنا لو ينفع أصرف عليها فلوس الدنيا دي كلها وما شوفهاش مرمية كده وعمري ما حستخصر شوف إزاي تب أنت حلالي نجوان على فكرة مش كده ربنا حيديك على قد نياتي شوف كدهنا بلدينا دي الهبل اللي ملك جبل قلتلك الزبط ده بعيدي عنه قلتلك هيودينا في ستين داهية لكن إزاي؟ الهنم مجدودة وراك دواب المغماطيس لغاية مكافهة على وشاعة وهيضرانا كلنا وراها بس هو قال إنه بيحبني وإنه هيوقف جمبي وقال لي كمان إنه لو سلمت نفسي مش هيصيبني بس أنا اللي خوفت وجريت يا بيت يا بيت حب إيه اللي بتكلمي عنه ده ده زابط عارفها يعني إيه زابط؟ يعني ساعة الجد هو أول واحد هيحط في إيديك الكلابوش بص فيه مالك إزقتي شوية مالك بترعبيه هكده ليه إحنا دولك عايزين نشوف مطرح عشان نتويها فيه الفاس وابعت في الرأس خلاص أيوة صح نشوف لها مطرح جديد وأقولك على حاجة نشوف لنا إحنا بقى ميكروباص يلمينا كلنا كده بربطة المعلم ويطلع مين على السجن أه؟ ما هم بعد ما هنشوف لها مطرح هيجوا إحنا يقولون لنا إيه؟ يقولون لنا كنتوا متسطرين على واحدة مجرم؟ خلاص أنا أسفة أنا عارفة أن أنا عملت لكم مشاكل وجع دماغي بس عامل إيه؟ أيوة أجي اللي بناخده أنا أسفة أنا عملت لكم مشاكل أنا أروح أسلم نفسي وإحنا طبعا كروديات نميلين لها إزاي؟ يلا نشوف لها مطرح جديد ونلبس إحنا بطل بك بطل بك ده المجلب ترابيز على دماغي ما تلع فيها بالمرة أحسن طب تلاتة بالله العظيم ما أنا جايب من هنا إلا أنا أطمن لك على مكان أمين تنامي فيه لا خلاص أنا مش عايزة تعبكم معايا أكتر من كده أنا هكلم بابي ودينا وهما هيلاقولي حل طب خلاص خلاص ما تزعليش مش لازما يعني بابي ودينا وإحنا رحنا فيه وإحنا هنشوف لك حل إن شاء الله إنتي مش فاهمة أنا استريحت لك إزاي يا نجوان أنا كمان استريحت لك على فكرة أنا عملي ما بعيط قدام حد غريب في حياتي أبدا والنهاردة عيط قدامة كتير ده أنا مستغربة نفسي بس ما تقوليش غريب غريب إزاي ده أنا دمي بيجري جوة الست الوالدة يعني بيربطنا دم كلامك صح إحنا كده كأننا قريب بقول لكو إيه الدكتور كتب للحج على خروج انزلوا بقى أدفعوا الفلوس للحسابات كتر خيرك يا هاجر فيك الخير يا قبلة على إيه بس بس أنا مش عاجبني رامية الست الوالدة كده إحنا لازم أن نشوف لها حد يتبرع لها بكليته بدل ما إحنا كل يوم بنشوفها بتموت بعد الشر ونبي إبراهيم ما تقولش بتموت بس هو يعني إلا حيتبرع لها بالكليا بتاعته ده محتاج له مبلغ كبير وأنا مش عارفة حاجبه لها منيه أم لقيتها لقيت إيه البت هاجر الممرضة الواتسو قابي يحبه وهاجر ديه عايزين ها منها مجروكرون ولا إيه أنا عايزين نتق consequences يا خال البت دي أنا أعتبر مدينىها لأنا اللي نزلتها الشغل لما كان أخوها حبسها ما فيهاش حاجة يعني أما تتإيجهم ليومين بعدين ما نشوف لنا صرف يعني أنت για فيها كويس واسقة فيها يعني وانا عارفها يَن أكبرink بس عارفها وبعدين قدام الوات سوكا بيحبها يبقى كده البت الجي جادة طب افرضي مثلا الاسمها هاجر دي رفضي ولا سوكا كمان رفضي يبقى ايه الكلام وقتها يا خال يا خال ده سوك سوكا صاحب صاحبه وعمره ما يسيب حد في ديها يا قابت بقول لك ايه سيب لنا موضوع سوكا ده انا هتصل بيد الوقت وقل له يقابلنا في الطريق وبعدين هو الوحيد اللي هتلاقيه عارف البت الجي زمنها في المشتشفى ولا في بيتها قال سوكا يسيب حد فزال اقال كله اللي سوكا يا خي ماشي بتقول نازل عالسلم خلاص ايه ما احترامل السيت الهانم دي يا بقى يا كوريا انا مش عايز هاجر تخش في الحوارات دي خلاص يا سوكا خلاص لو لو انتو لو انا هتضيقكو انا خلاص مش عايزة هو ايه اللي خلاص ومش خلاص ما تبطالي سهوكا اللي انت فيها دي قلتلك مت مرة خلاص خلاص خلاصنا انا خلاص اتفقت مع البيت ورسيتها على كل حاج وهي قالتلي انها هتقوللي اخوها انك بنت زملتها ومختاربة ومش لايه ما كانتو عودي فيه وبعدين هما كلهم يومين مش حوار يعني وبعدين دي انا بدايناه انت عطوا فضحية يا كوريا قلي خلاص يا بنت الناس وانت يا سوكا طالما عملت خير هتلاقي خير ان شاء الله نجوان رحيم القهوة يا دكتور نادر ايه ده انت اللي جايب القهوة بنفسك يا رجوع هو انا عندي اغلى ولا اعز منك لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى ايه هو بقى معنى يا ستي المرجوقة حبيبتي اختي الجميلة سمحتني ومش زعلنا مني يا حبيبي هو انا عندي اعز ولا اغلى منك انت اخويا وحبيبي وكل حاجة ليه في الدنيا يا نادر انت مش متخيل انا فرحانة قد ايه انت رجعت ليه ولشغلك ولبيتك وللحياة كلها انا بس يا حبيبي اللي خايفة تكون زعلان مني ياريت يا حبيبي كانت ايدي تقطعت ولا تمدت عليك رجاء بعد الشر على يدك وعلى فكرة بقى القلم اللي انا اخدته ده كان مهمة جدا من نسباني بس اياك تستحليها لا بس يا الخير سارة لما انا تقطيش ياوليه انت انا ححبس المنطقة باللي فيها وحقفلها لكو برضو لغاية ما وصل لها يا ساعدة الباشا والله ما اعرف حاجة وبعدين انت ما تكفق فانا بالتحديد ليه ما المنطقة كلها قدامة جايولة عشان تنتغل بنو من كسرة يعني يا ساعدة الباشا اخت الجميلات اخت فضلات ولم نرى مينها يا سوق ايه حكيتها مع الشرطة مالكش انت دعوة يا عم الشيخ بنت كوريا فين ايه 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 بنت يا كوريا وات يا سوكا اخسى عليك يا وانا بقى تاخد كوريا يا وات وتسيب امك حقق علي يا ام حقق علي مرة جاية اخدك معيانتي وقال الحارة واعلاء باشا كمان اشتر ايه يا امو سوكا استقترق علينا نبعد مع النجم يوم واحد ولي ايه ما كل يوم جاعد معاك وبيغني لي كل ليلة ايه يا موسوكا ايه انا باشا بيتة هايدي فين هايتي هايتي ده يا باشا ده نوع لبندا ولا ايه تتستهبل يا بيتة جملات فين اه جملات وانا بمعرفة باشا بكلمة من الساعة تمانية كده وهي ما بتردش ده انا حتى فكرتها خرجت معاك ما هي ما كانتش بتكلم مع حد الا السيادتك اه لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق فيش حد فوق غير الست المجنونة اللي عمانة تصوت دي ايه سندس سبتيها لوحديها جلد تلك بس لي باشي لوحديها ممكن تحط ايديها في الجسالة وتتقرف ايه 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 انا برضك لازم اخوة اخرجة فوق عالنفسي شوية اوانا يعني ايه كنت وليت ابرأة بيتة انتي انا حاديكي في ستين ده يا انتو كنت متسطرة على واحدة هربانة دهني سود هربانة واني بمعرفة باشا اه انا كل اللي عرفوا انها بيت محترمة وبالتناس هي هيكشة بس يعني متخنق معجوزة شوية عشان كده احنا مكمرنا عندنا لحد اما يستيلهم ولو كنت يعني ايه ايه انا قربتي ده عشب حد شي دايق هيعلي وكده انت عاد لي بقى تيجي معها الحبسة بقى لغاية ما تفتكر هي فين؟ وتجيبها لي من تحت الارض طب صلعنى بقى باشا صلعنى بي بس كده اسمها هقولك هقوله بص بقى باشا لو انت شايف ان انا متسطرة عليها يبقى احنا الاتنين بقى كنا متسطرين مع بعض ليه بقى؟ اظن الحرة كلها شاهدة ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا مواصفة منكم سر؟ هي كانت بتكلم مع حد اللي معاك؟ لا ده انت تطيق معيها الحمس من دلوقتي صل على النبي يا باشا صل على النبي كره ما تقصدش يعني بتفضل ده كلمتين امال فيه ما انت بقى يا اللي مستهبلي فيها وعملي فيها عبيض؟ كره يا بقى لو ما جيتش من نفسك كده وقلتلي هي فين؟ انا هحبسك وكلكم وبخليها بقى تنفعك ماليها بقى شاهرها انا السواب وقلعها اتلم لك ها اتلم لك ها اتلم لك ها لا لا الا الله ولا يعلم لك ها ولا هزوكم ولا هي البت جمالات نصابة وحرامية وثوابق انت هتوديني بداية نعرف ارفعتك فوق يم امشي قد تاني ارفعتك امشي امشي صار انت مجنونة صح؟ شكلك بقى بني ادم وأنا كندش شكلية قبل كده نكونش حاجة خالص بس على فكرة ليكتك النفسية عالية تعرف تتحاول 180 درجة فمفيش تقدر تقولي كده انا كنت اخذ اجازة من نفسي ورجعت بس احنا ماتفقناش على كده ماتفقنا علي ماتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسة وأنت مسيبتليش اي حاجة ولا انتي أنت اللي اختفيت أنت عايزة يدلوتي عاوزيني يا نادر طب ما أنت مع نفسك أنا مش هنا ينادر خالص أنا كمان محتاجة أخلص الأجهزة بتاعتي أرجع بني قدمة طبعية محتاجة أرجع لنفسي بس همشوري أطول منك بكتير سارة أنت عايزة تتعالج بقد بس خايفة خايفة أعمل ده أنا لوحدي أتي مش لوحديك أنا جنبك وحافظة لجنبك وحاخدك من إيدك ووصلك لحد نفسك وحتشوفي نفسك أجمل بكتير من دلوقتي مش هتسيبني وتمشي زي المرة اللي فاتت أنا مزيبت كيش أنا أستنيتك وانت جيتي وصارة أن أنا مش هنتجوز تبقى زوج ما بيحصلش كتير على فكرة شكرا يا روحي جاهزة شانتتك واتصل بأهلك وشوفي هتقوله لأمتي هتقودي فين وأنا هعدي عليك في البيت بكرة الصباح أنت عارف؟ هتوحشني عوي لأيوم اللي كنت شاباي فيها وانت عارفة؟ هتوحشيني جدا لحد ما تبقي شابهي زي ما أنا دلوقتي لا 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 وكيلي بقى الوش ده ده أنا واخدالك أجازة يومين وعاديم في وش بعض احكي لي بقى إيه اللي مضايقك فاتفاضي وخرجي اللي جواك سرك في بير ما تقلقيش احكي علاء أصعبان علي علاء مين الزبط؟ بهدلته معايا سيبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في أصعب موقف خليته يختار ما بين حبه وشغله ولما اختار شغله زعلت منه فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انتي فيه ازاي وهو لو بيحبك هيستناكي خدني غياري هدومك كده ورياحي نفسك انت شاكلك تعبان قوي مكسوفة مني؟ او دي وشي ناحية تانية عشان تغياري؟ لا مش مكسوفة مستغربة إلي خليك تستقبليني في بيتك مع أنك عارفة أن وجود دي عندك خطر عليك والله أنا نفسي معرفش يمكن عشان انتي من ناحية سوكا؟ إذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لأ بس بصراحة لما كوريا حكيتلي حكايتك صعبتي عليها وعرفت قد انتي مظلومة وبعدين قلت مش هبقى أنا ودوني عليكي بجد الواحد بيكتشف معادن الناس وقت الشدة قد ايه كان في ناس قريبين مني وبعوني من غير أي سبب وفي ناس معرفهمش ووقفوا جنبي يعني انتي وكوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون أي تمن عنك ممكن تسيبوني في الشارع أو يتقبض علي عادي يا ما هتقبلي ناسي عادي المهم اللي اشتروكي اوعي تفرطي فيه لأن مفيش عيب أكتر من أنك تبقي محتاجة حد ويبهك بقولك لا نوال كنت عاوز أتكلم معاكي في موضوع كده اسمي ست ناني ماشي يا ست ناني كنت عاوز أتكلم معاكي في موضوع يا ست ناني ما عنديش وقت استني بس استني بس استني بس تساز علينا من يوم ما يحكمش بسيتي كبداكي كبدا بسيتي كل ده بسيتي أنا قابلك بكرة قدامي المحل الصبح وفطنك على كل حاجة ماشي؟ أفكر فكري فكري الله لحشيتني الشلدومة قوي لا أفكر فكري فكري المترجم للقناة 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 الحمام نوال المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة